سؤال ما حكم الزوج الذي يتكلم مع زوجته بملافظ بزيئة جدا عند الغضب يهين زوجته أمام الناس نعم أولا خير المسلمين خيرهم لأهله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله معيار الخيرية كيف تكون خيرا مع أهل بيتك إن كنت خيرا مع أهل بيتك فيصدق عليك أنك تكون خيرا إن شاء الله مع بقية الناس وليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيئ وسباب المسلم فسوق وقد صحت بكل ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درية الصائم القائم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون في صحيح الأدب المفرد نبي صلى الله نعم قيل له يا رسول الله إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال لا خير فيها هي من أهل النار قال وفلانا تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا فقال هي من أهل الجنة لكن بقيت نصيحة للسئلة الكريمة ألا تستفز زوجها بأقوال أو أفعال أو مواقف تستخرج منه أسوأ ما عنده يا أمت الله لا تستفز زوجك بأقوال أو أفعال أو مواقف تستخرج منه أسوأ ما عنده ووصيتي أن تصبر عليه وأن يكون صبك ابتغاء وجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واصبر وما صبرك إلا بالله وأن تعظيه يا أمت الله في أوقات صفائه وهدوئه وأن تطرع إلى الله جل جلاله بالدعاء أن يرده إليه ردا جميلا والله جل جلاله الكريم الوهاب وهو أهل التقوى وأهل المغفرة